السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نلتقي في هذه المحاضرة تحدث عن شبطة ايت ويتضمن السيديوشنز السيديوشنز طبعا تعتبر مهمة لانه كل الموجودة في الطبيعة تقريبا يعني ناتشر سيديوشنز هادا ناتشر سيديوشنز بتكون موجودة بشكل كبير مثلا البحار الانهار المياه العادية كل هادا تعتبر سيديوشنز لان عبارة عن وطر مذاب في بعض الاملاح على اختلاف النسب الموجودة بينها الايضا للنيوتريانتس الموجودة في الجسم موجودة على هاي السيديوشنز الموجودة في الخلايا اذا يعني اشياء كثيرة تمثل المحاليل اه انقال احنا نشوف يعني الكاراكترستيكس اوف سيديوشنز ما هي المميزات بتاعت السيديوشنز تقريبا احنا يعني او سامبلز اوف مطر او ايضا بيور سبستانسز او ميكس شلز جميع العينات المادة بتكون فيه صورة اما تكون يعني مواد نقية او مخاليط لو كانت بيور سبستانسز لو كانت بيور سبستانسز معناها بتنقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول هتلاقي الايليمنز القسم الثاني هتلاقي الكمباونز اذا هذا هو البيور سبستانسز اذا البيور سبستانسز انقسم الى نوعين او قسمين هم الايليمنز والكمباونز اما الميكسرز انقسم ايضا الى نوعين اللي هما هموجينيس ميكسرز وهتيروجينيس ميكسرز الهوموجينيس ميكسرز بتلاقيه يعني يونيفير مروبارتز الروبارتز تاعته يعني منسجمة مع بعض الروبارتز في الهيتيروجينيس سيليوشنز او في الميكسرز الان حنشوف السيليوشن ما هو السيليوشن اذا السيليوشن هو عبارة عن هموجينيس ميكسرز السيليوشن هو عبارة عن الهوموجينيس ميكسرز سيليوشن بنقول عنه هموجينيس ميكسرز بنقول عنه هموجينيس ميكسرز بنقول عنه هموجينيس ميكسرز اذا المحاليل او المحلول هو عبارة عن مخلوق متجانس من مادتين او اكتر ما احتفاظ كل مادة بالخواص بتاعتها يعني مثلا انا اجيب محلول ادوبه مثلا اجيب سكر وملح ادوبهم في الميه السكر يحتفظ بكونه سكر لا يتغير كيميائيا اذا كل واحد احتفظ بخواصه الموجود فيها اي محلول لازم يكون مكون من يعني مثلا محلول مكون من حاجتين من الصورفينت والصورفينت هو عبارة ومن السيليوت يعني مذيب ومذاب ما هو المذيب اذا المذيب اذا المذيب هو سيكون مذيب مقصرة بشكل صورفينت راسم تätteعيب اذا إذن لو جبت أنا مذيب ومذاب مين فيهم سيكون مذيب ومين المذاب الكمية أكبر هو المذيب والكمية أقل هو المذاب ما عدا في حالة المي نعتبرها هي المذيب يعني لو جبت مثلا أسيتون مع إيثانون كانت كمية الأسيتون 30% والإيثانون 70% إذن المذيب الصولفنت هو الإيثانون 70% والمذاب هو الأسيتون لو أنا غيرت النسبة وقلت والله الأسيتون هو 70% والكحول 30% إذن أسيتون هو المذيب والكحول الإيثانون هو المذاب في هذه الحالة في هناك شروط مهمة جدا عشان أعتبر أنه هذا سوديوشن أو لا هذا هي عبارة عن الجنرال بروبارتز الجنرال بأوام Garrity Solution في عندي سكس من الجنرال بروبارتز السيليوشن أول واحد عشان نعرف هذا يبةك نتوفر أول واحد اسيليوشن contains يعني بتكون من مكونين او اكتر. لو كان واحد بقولش عنه سوليوشن. لو نويل حاله بش سوليوشن. لكن ما يحط فيها سكر في السير سوليوشن. زيد على السكر كمان ملح في السير سوليوشن. زيد كمان عشر مكونات او عشر كومبوننس بيضلها ايش سوليوشن. اذا السوليوشن اقل حاجة لازم نكون مادتين. واحد واحد سوليوشن. هذا اول شرط. الشرط الثاني السوليوشن. السوليوشن بيتكون من اه مكونات مختلفة. مكونات مختلفة. لازم يكون اكثر من مادة. مكونات مختلفة. وبنسب معينة. ما بنسب معينة. ما بين السيوشن والسوليوشن. اه اثري. the properties of a solution exchange as the ratio of solute to solvent is a change. اذا خواص المحلول بتتغير. وفقا للنسبة ما بين المذيب والمداب. النسبة المتغيرة بالنسبة للمذيب او المداب. المتغيرة بالنسبة للمذيب. المذيب يكون موجود في صورة منفردة. سواء كانت جزيئات او ضرات داخل المحلول. 5. the solutes remain uniformly distributed throughout throughout the solution. and will not settle out with time. اذا من الخواص ايضا انه يبقى السيديوت متجانس. متجانس من حيث التوزيع داخل المحلول. وما يحصلوش sit down. ما يحصلوش ايش ترسيب مع مرور الزمن. يعني وقعد السنة المذيب بنفسرش عن المذيب. المذيب بنفسرش. اذا كل واحد اذا يبقى السيديوت كما هو. بعدين كل every part of a solution has exactly the same properties and composition as every other part. يعني كله يكون متجانس مع بعضه. يعني لو اخدت اي كمية من اي مكان من السيديوت ستلاقي نفس الخواص بتاعته. 6. the solution of the solution of the solution of the solution generally can be separated from the solution of the solution. by physical means such as mean evaporation. يعني المذاب سواء كان واحد او اثنين او اكثر ممكن ان يفصل من المذيب بالطرق الفيزيائية. زي عملية البخر. يعني لو احنا جبنا سكر مذاب في الماء. بعدين بخرنا الماء. حيبقى سكر. حيكون السكر مختلفتش الخواص بتاعته نهائيا. نشوفه. السوليوبيلتي. الذوابانية ما هي الذوابانية. السوليوبيلتي احنا بنقول طبعا. ما دم انا عندي فيه السوليوبيلتي. عشان نتكون اه محلول. اذا ما هي الذوابانية. بنقول الذوابانية is the maximum amount of silute that will dissolve in a given amount of solvent under a given set of conditions. يعني هي اقصى كمية من المادة المذابة في المذاب تحت نفس الظروف. يعني لو انا جبت محلول عن درجة مثلاً 25 درجة ماءوية وتحت الضغط الجوي. وذوبتها. اقصى كمية من المذاب في المذاب تحت هذه الظروف. لكن لانا رفعت درجة الحرارة. معنا انا غيرت ال conditions. معناها هزيد نسبة ايش المذاب في المذاب. وهذه النسبة انا بقى اقيسها بالجرام السيليوبيلتي. يعني باقول والله اذا بعندي من السكر عشرة جرام في ميتة جرام من الماء. اذا هيك تقاس مسألة ايش السيليوبيلتي. ايش تأثير درجة الحرارة على السيليوبيلتي. اه المحاليل ما هي عندي انا محاليل اه ليكوود وفي عندي اه جازز. يعني في عندي محاليل ليكوود ان ليكوود او صولد ان ليكوود او جاز ان ليكوود. اشوف يعني كل حالة من الحالات كيف بتتأثر. طبعا يعني موص صولدز موص صولدز. يعني كل احنا ما زودنا درجة الحرارة معناه بزيد ذوبانية المواد الصلبة. هذا بشكل عام. ان جنرال. السيليوبيلتيز كمان هذه. ليه المواد الصلبة. يعني هاي مادة صلبة جبت سكر او ملح ودوبت فيه الماء. لو افتعت درجة الحرارة او لو حركت بزيد نسبة ايش او بزيد سرعة الدوابانية الشي فيه الماء. تمام. الآن بدنا نقوم بمثال مثلا على الغازات في المحاليل بتاعتها. بزيد الدوابانية تاعتها ولا بزيدش. يعني لو جبت مثلا نيتروجين او اكسوجين. اه وحاولت اني اذوبه في الماء. او ادوبه فيه مذيب. الدوابانية بزيد بتاعت الغاز كلما قللت درجة الحرارة. وبتقلل دوابانية بزيادة درجة الحرارة. اذا التمبريتشل هنا بتقلل الدوابانية للغاز. بتقلل دوابانية للغاز. يعني اذا بوث نيتر الانتو او 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 او. الموجودة في الهواء. اذا بالذوب في الهوت ووتر. اقل منها في الكولد ووتر. تعال نشوف الحالة. اخذنا ثلاثة ارقام من التمبريتشل عند زيرو عند خمسين وعند مية. حنشوف الزوابانية لهذه المركبات. بالجرام بير وان هندرد جرام اوف ووتر. جرام السليوت. الليد توبرومايد. حنلاقي عند صفر درجة مقوية. الزوابانية اربعمية وخمس وخمسين من قبل. عند خمسين اللاقيها زادت. وان بوينت ناين فور. عند مية حنلاقيها زادت الزوابانية هذا الملح. الى اربعة وخمس وسبعين في المية. برضو السيلفر نيتريت. نفس العملية الزيادة في الزوابانية وكلها. والسيلفر نيتريت. سيزيام كلورايد. حلاقي دايما النسب بتاعتها بزيد بزيادة الدرجة الحرارة. طيب بدي نشوف ايش تاثير الايه? تاثير لبراشر. تاثير لبراشر. على الذوابانية. طبعا تاثير لبراشر على الذوابانية little effect. little effect. قليلة جدا على الذوابانية بتاعة solids and liquids in water. طيب. هذا بالنسبة لتاثيرها بكون ضعيف جدا. يعني تاثير الضغط بكون ضعيف جدا على الذوابانية بالنسبة لل solids او liquids في الماء. طب بالنسبة للغازات. هل الضغط يؤثر على الذوابانية؟ هذا اللي بجاوب عليه القانون هنري زلو. هنري زلو قانون هنري. states that the amount of gas that will dissolve in a liquid at a given temperature is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid. صحيح. اذا هذا اسمه هنا رزلو. نقال لك انه كمية الغاز اللي بذوب في السائل عند درجة حرارة معينة تتناسب تناسبا طرديا مع ضغط هذا الغاز فوق سطح السائل. بمعنى اخر. in other words معنى اخر او بكلمات اخرى. بنقول انه لبرشر. of a gas above a liquid increases. يزداد. يعني الضغط الغاز فوق السائل يزداد. the solubility بالمقابل للغاز هذا بتزيد. اذا انت زيد البرشر. حيزيد عندك السوريو بلتي. والعكس صحيح. قلل الضغط. بتقل السوريو بلتي. الآن منا نشوف انواع المحالين من حيث التشبع. المحالين في منها ساتيوريتد. وفي منها سوبر ساتيوريتد. وفيه انساتيوريتد. اذا الساتيوريتد سيليوشن. الساتيوريتد سيليوشن. هي عبارة عن المحالية سيليوشن. يعني تحت الظروف الطبيعية الموجودة عندها هذا المحلول. بنقول هي اقصى كمية من المذاب في المذيب. اقصى كمية بنسميه هذا مشبع. بنسبينه هذا مشبع. اه عشان اصل لدرجة التشبع. اعمل محلول مشبع. اه بنجيب بيكر بقاس كاس. اه نضع فيه كمية من الماء. وبعدين نضيف له مثلا السكروز سكر المائدة. السكروز سكر المائدة تيبل شجر عندنا. ونحطه فيه نضيفه للماء ونحاول نحرك. اذا اختفى بنزيد كبان كمية. ونحرك. اذا اختفى بنزيد كمية اخرى. حتى تبقى كمية في القاع. اه يعني ريمينز. اذا. شقر ريمينز. از الصلد. اون دا بوتوم اوف دا كونتينر. يعني فيه. لو ضلت في القاع كمية من اه الصلد تاع السكر مش دايبة. معنى انه احنا وصلنا الى حالة التشبع. وهذا لا يعني انه الكمية اللي احنا بنضيفها بالذوبش. لا. هو فيه بيصل الى حالة الاكوليبريم. يعني المحلول المتشبع او المشبع. بيصل الى حالة الاتزان الاكوليبريم. بمعنى انه فيه جزيئات من المادة الصلبي الموجودة في القاع بالذوب. وفيه جزيئات من الذائبة بتروح تترسها بثاني. اذا عملية الذوبانية مستمرة لكن كمية المدابة تضلها ثابتة. الان هنشوف مثلا المحليل الفوق مشبعة. السوبر ساتيوريتد سيليوشنز. السوبر ساتيوريتد سيليوشنز هذه هي عبارة عن محليل غير ثابتة. انستابل سيليوشنز. دات تمبراري. كنتينز مور دي صور سيليوشنز. يعني هي عبارة عن محليل غير ثابتة او وبضلها يعني للحظات. وبتحتوي على كمية زائدة من المذاب في المذيب. كمية زائدة من المذاب في المذيب. وهذه ممكن احنا ببساطة نعملها ان احنا نجيب مادة المذابة. ونحطها في المذيب. ونزيدها شيئا فشيئا مع التحريك ورفع درجة الحرارة. بعد هيك نترك لما نبطل كمية الدوب. بعد هيك نترك الإناء زي ما هو دون ما نحركه. والان بيصير عندي محلول انا السوبر ساتوريت سيليوشن. طبعا ان انت حركته الكمية الزائدة عن عملية التشبع من المادة المذابة بتترسب. في شكل كريستالز. اذا هنا اكسس او لو انت حطيت بالورة. من مادة الصلبة. مثلا انا حطيت بعض بالورات السكر في محلول سكري. اللي غير فوق مشبع. هتلاقي كل كمية السكر الزائدة في السوبر ساتوريت السيليوشن. كلها هتترسب. وتنزل مرة تانية. وانها هتترسب من المحلول. عشان نظل المحلول ساتوريتد. النوع الثالث. اللي هو عبارة عن الان ساتوريتد. ان ان ساتوريتد سيليوشن. الان ان ساتوريتد سيليوشن هذا هو عبارة عن معظم المحليل الموجودة في الطبيعة هي ان ساتوريتد سيليوشن. اذا هو عبارة عن المحلول is a solution that contains this than the maximum amount of solution that can be dissolved under the conditions at which the solution exists. اذا معنى ذلك انه هو محلول. يوجد فيه كمية من المذاب اقل من الكمية القصوى. اقل من الكمية القصوى لاستيعاب هذا المذيب. عشان هيك تسميته غير مشبع. ايضا احنا ممكن نعبر كمان عن عملية المحليل بالتركيز. اقول والله انا عندي محلول مركز. عندي محلول غير مركز. اذا ان هاه ما يمكن ان اعبر عن الساتوريتد السيليوشن بمنطق الكونساتوريات و ديليوتد. إذن كونسنتريت معناها مركز. طب هو المركز حيكون إيه شيء يعني. بقول الله هذا محلول مركز. محلول مركز معناه إنه فيه كمية المذاب. كمية كبيرة نسبيا نسبة للمذيب. يعني لو قلت مثلا أنا ذوابت سبعين جرام من الشجر السكروز في 100 جرام من الماء. إذن أنا بقول هذا كونسنتريتد. لكن لو دوابت 2 جرام من السكروز في 100 جرام من المذيب الماء مثلا. بقول هذا ديليوتد. إذن الكنسنتريتد هنا سيليوشن إنه سيليوشن ذات كونتينز إلارة أماون 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 ذات كود ديسول ذات كود ديسول معناها هذا مركز. لو حطيت 60 معناها مركز. طب لو حطيت 20 معناها ديليوت. إذن إدليوت هنا. إدليوت معناها إز السيليوشن دات كونتينز سمول أماونت سيليوشن دات كود ديسول. أيضا المحالي بتنقسم لنوعين. في منها إيقوص وفي منها نن إيقوص. في منها إيقوص ونن إيقوص. في منها إيقوص ونن إيقوص. في محالين مائية وفي محالين غير مائية. المائية لازم يكون الماء هو المذيب فيها. إذن هنا بنقول إن إيقوص سيليوشن. نن إيقوص سيليوشن. إذ請 سيليوشن ان في محالين سيليوشن. طيب النن إيقوص سيليوشن. اللي هو إذ سيليوشن ان في محالين مائية. اخرى بنسمى انه هذا ليش لانه المذيب قحول او مذيب غير الماء المهم اذا هذا يعتبر مذيب يعتبر هذا المحلول طيب هنشوف سلوشن هنشوف السلوشن فورميشن كيف تكون المحلول طبعا الماسألة بسيطة الماسألة بسيطة انه الان السلوشن مكون من السلوشن والسولفن معروف هذا الكلام بين السلوشن والسلوشن فيه انتراكشن فيه اتراكشن بين بارتيكلز وبين البارتيكلز فيه برضو اتراكشن في قوة تجادب بينهم اذا انت عشان تعمل محلول لازم نضيف المذيب الى المذيب فالان قوة تجادب ما بين البارتيكلز of solute solute والبارتيكلز of solvents солvent وتضعف ويتبدأ تتكسر وتبدأ تتكون روابط جديدة ما بين السولفنت solute ما بين السولفنت solute بتبدأ تتكون روابط جديدة وهكي بقى انا اتكون هيش المحلول هيك بتكون عندي المحلول يعني لو احنا قلنا والله انا بدي اعمل محلول من محلول كلوريد الصوديوم. حلاقي مثلا الماء جزيئات الماء بولر. البولرية جاي من وين? جاي انه في بارش البوستيف تشارج على كل من هيدروجن هيدروجين الموجود في الماء وبارش au negative تشارج على الاكسجين الموجود في الماء. التمام. نعلم الزوديوم كلوريد الموجود لاتحل السوديوم عليه بارشاة او عليه positive تشارج ولكلور عليه negative تشارج. اذا الان الصوديوم الموجب هذا حيحاط بجزيئات من الماء لكن هذه الجزيئات حيكون الاتجاه تاحا جاي من عند الاكسجين يعني الاكسجين حيجي هو اللي يقترب يعني جزيئ الماء حيقترب مع الصوديم الموجب من خلال الاكسجين من خلال ايش الاكسجين اذا حيحاط الان حيحاط بالصوديم الموجب مجموعة كبيرة من جزيئات الماء من اتجاه الاكسجين اذا حقول ان الايون هذا صار اسمه يعني ايون محاط بجزيئات الماء في حين الكلور السالب حيحاط بجزيئات الماء لكن ان حيكون اقرب للكلور اللي هو الهيدروجين لانه الهيدروجين موجب ولكلور سالب اذا حيحاط به جزيئات الماء ونسمى العملية هذه برضو الان معنى ذلك انه جزيئات الماء عزلة الصوديم عن الكلور عزلة الصوديم عن الكلور وبالتالي سمينا هذا العملية عملية الذوباء عملية الذوباء طيب ما هي الفاكتورز افكتينج ما هي العوامل اللي بتأثر على معدل تكوين المحلول العوامل اللي بتأثر على معدل التكوين المحلول هي ثلاث عوامل طبعا الكلام اللي انا قلته من شويه هو هذا اللي احنا بيناها هاي جزيء لاحظ هانا جزيء السوديوم آز اكزامل هاي موجب احط بمين هاي الاكسوجين الاكسوجين من جزيء الماء وهي مثلا السالة الجزيء السالب زي الكلور ايون الكلور السالب احط بيه جزيئات الماء لكن من وين من اتجاه الذرات الموجبة اذا انفصل الجزيء الموجب عن الايون موجب عن الايون السالب داخل الجزيء وبالتالي هذا سميت الاتنين هايدريتد ايون اذا انفصلوا عن بعض وهيك بتتم عملية الذوبانية اذا عملية الذوبانية هنا لها بدنا نشوف لها ثلاثة فاكتورز بتأثر عليها ثلاثتينleg ثلاثة. ثلاثه. إذن. هم circuit�� تحانغ يتائحون النقل. أول وحد. يهتمร واحد. نق Each State of subdivision. يعني لو أنا عملتِ. نصل gentlyんで行 school interfaces Somespyrine ألاقي إنه بذوب في الماء أسرع منه لو كان عبارة عن إسبرين تيبلت قرص الإسبرين يعني لك رشد إسبرين تيبلت أسرع في الدوابانية من الإسبرين تيبلت أهول إسبرين تيبلت تمام ممتاز يعني لو أنا مثلا جيبت سكر على سبيل المثال جيبت مكعب سكر وجيبت سكر مطحون وحطيتهم في الماء مين سيدوب أسرع؟ السكر مطحون سيدوب أسرع من المكعب السكر السبب في ذلك أنه أنت زودت المساحة الإيريا المعرضة للدوابانية زودت المساحة يعني بمعنى أنه الآن لما تطحن السكر معناه كل يعني جزء صغير من السكر المطحون هذا له سطح محاطبة سطح بتاعه إذن مجموعة السطوح كلها هذه بتكون أكبر من السطح الكلي للمكعب بتاع السكر اللي هو المكعب الخارجي للسكر إذن معنى ذلك بأقول أنه كلما زادت المساحة ما بين مساحة المادة المذابة داخل المذيب بتكون الدوابانية أسرع هذا أول عامل من العوامل العامل الثاني يعني لو إحنا عملنا تحريك جبنا كستين أو بيكرز وحطيت هنا جرام سكر وفي الثاني جرام سكر واحد منه حركته واحد منه وتركته بدون تحريك إلا أنا حركته حتكون الدوابانية أسرع مور رابد لي هتكون إيش مور رابد لي أسرع ليش لأنه أنت لما عملت تحريك معناه زودت عدد التصادمات بين المذيب والمذاب زودت عدد التصادمات بين المذيب والمذاب وبالتالي كلما زادت عدد التصادمات وزادت درجة حرارة مع التحريك بيزيد الدوابانية العامل الثالث اللي هو تزودت درجة الحرارة اللي هي درجة الحرارة لمكونات المحلول طبعاً لو أنت زودت درجة الحرارة بيزيد الدوابانية بيزيد الدوابانية إذن هنا تكوين المحلول occurs مور رابد لي مور رابد لي السبب في ذلك أنه لما أنت بيزود درجة الحرارة معناه بيزود نشط الجزيئات بيزيد التصادمات ما بين الجزيئات وبالتالي بيزيد الانتر اكشن إذن بيزود مور انتر اكشن بين ذنب بين الجزيئات وبالتالي حتكون سرعة الدوابانية أكبر الآن بيزود نشوف ما هي قواعد الذوابانية القواعد بتاعت الذواباني solubility rules solubility rules القواعد والقوانين اللي بتحكم الذوابانية بنقول طبعا الآن لو كان عندي أنا مذاب ومذيب إذا كان فيه طبعا البولارية البولارية القاعدة بتعتمد على based on polarity بتعتمد على البولارية على الاستقطابية أو على القطبية بتاعت المذيب والمذاب إذا زاد الفرق في الاستقطابية ما بين المذيب والمذاب معناها بتجل الدواباني ولو ولو قلت نسبة البولارية ما بين المذيب والمذاب معناها الدواباني بزيد طبعا كل شيء ليس على إطلاقه لكن بشكل إيش بشكل محدد الكلام اللي أنا بقوله هذا كلام يعني بيبين إلي يعني لو أنا جبت مثلا كاربون تيتراكلورايد وجبت بنزين حلاق الكاربون تيتراكلورايد حذوب في البنزين بسرعة لأنه الاثنين نان بولر نان بولر متشابهين وفقا للقاعدة اللي بتقول لايك دي سوربز لايك المتشابهات تذيب بعضها البعض لكن لو جبت أنا مثلا ملح ملح وفي الماء حنلاقي إيش الدوانية سريعة لأنه الملح مستقطب أو قطبي والماء أيضا قطبي مذيب قطبي إذن الدوانية برضو حتكون عالية طب تعال جيب الكاربون تيتراكلورايد اللي هو نان بولر وحطه في الماء البولر ما يدوبوش ما يدوبوش لتنين مع بعض إذن ما يدوبش في الماء ليش لأنه جيب بنزين جيب بنزين البنزين نان بولر حطه في الماء دوبه في الماء بيش حيدوب لأنه الفرق بين البولارية تعته عالي واحد بولر واحد نان بولر إذن كل ما زادت الفرق في البولارية بتجل الدوابانية بتجل الدوابانية طبعا هذا الكلام برضو يكون واضح زي المثال اللي احنا هنا معطيني قال لي انه ال NH3 بيذوب بسهولة في ال H2O طب ليش عنه في الاكسوجين طب ال NH3 هو بولر نعم هو بولر يذوب في الماء اللي بولر زيه لكن ما يذوبش في الاكسوجين لانه نان بولر الاكسوجين اذا الفرق بالبولرية اختلف طب هناك في قواعد اخرى بتحكم اللي هي الذوابانية الصلد في الليكويدز بتحكم ذوابانية الصلد في الليكويدز القواعد هذي بتعتمد على دراسات وبش دايما زي ما قلنا انه الليك دي سوربز لايك يعني هي قاعدة على اطلاقها لا طب تعالي نشوف التابل هذا والقواعد الموجودة فيه مثلا تعالي نشوف في مراكبات الاصل فيها الذوابانية والاستثناء فيها عدم الذوابانية يعني السوليو بالكمباونز الاصل هنا الذوابانية اصل ما له الذوابانية وفي المراكبات هذه الاصل اللا ذوابانية الاكسبشنز بتاعتها اللي هو عدم الذوابانية طبعا نيجي نشوف مثلا اجروب ون اجروب ون ايه زي الليثيام الصوديام البوتاسم الى آخره بنلاقي انه كل المجموعة هذي بالذوب في الماء طبعا طب الاكسبشنز الاستثنات فش ولا واحد يستثنى من العملية بنقول لا اذا هو ولا واحد ما بيدوبش من المجموعة في الماء هذا نان ما فيش طيب الامونيوم اي algunos كله بذوب في الماء يعني اامونيوم كلورايد فلورايد اامونيوم رومايد اي اي اامونيوم ايCrowd بذوب في الماء طب الاكسبشنز مفيش الهكسبشنز إذن كله بدوب في الماء الأستات أملاح الأستات كلها بدوب في الماء أملاح النترات كلها بدوب في الماء أملاح لكلورايد والبرومايد والأيوضايد كلها بدوب ما عدا أملاح هذه الهالوجينات الثلاثة زي أملاح الفضة أملاح الفضة إلها مثلا إكلوريد الفضة ما يدوبش في الماء إذن هذا استثناء إبروميد الفضة ما يدوبش في الماء أيوديد الفضة ما يدوبش في الماء وكذلك الليد والميركريك برضو ما يدوبوش في الماء تعال نشوف مجموعة الصلفيت برضو الأصل فيها الذوبانية لكن في عندي أربعة من العناصر ما ذوبش مركباتها مع الصلفيت في الماء زي مين؟ زي الكالسيوم صلفيت ما يدوبش في الماء السترانشيوم صلفيت ما يدوبش في الماء الباريوم صلفيت برضو ما يدوبش في الماء الليد صلفيت ما يدوبش في الماء إذن هذه الأول قاعدة القاعدة الثانية تعال نشوف فيه إكسيبشنز وفيه الأصل الأصل عدم الذوبانية الأصل هنا عدم الذوبانية إنسوليوبل كومباونز إذن هذا هو الأصل إنه المركبات هذه ما تدوبش في الماء طيب الفرع بتاحها هو البذوب إذن جميع مركبات الكربونات لا تدوب في الماء لكن ما عدا مين ما عدا ما عدا اللي هو المركبات اللي احنا شايفينها الثاني مرة ثانية بنقول إنه الانسوليوبي الكمباونز الأصل في المركبات هذه عدم الذوابانية الاستثناء منها الذوابانية تعالى مجموعات الكربونات كلها بتدوبش في الماء لكن لو أنا جبت عناصر المجموعة الأولى والأمونيوم هذه بتدوب في الماء يعني زي إيش زي ما يقول مثلا صوديوم كربونات بتدوب في الماء بوتاسيوم كربونات بتدوب في الماء هذا من العناصر المجموعة الأولى الليثيوم كربونات بتدوب في الماء الأمونيوم كربونات بتدوب في الماء لكن الباقي كله ما بيدوبش في الماء مجموعة الفوسفات برضو نفس العملية مجموعة الفوسفات برضو نفس العملية عناصر المجموعة الأولى عناصر المجموعة الأولى برضو يدوب في الماء أما الأمونيا ما يدوبش في الماء يعني عناصر المجموعة الأولى زي مين زي مثلا الصوديام فوسفات بالذوب البوتاتسام فوسفات بالذوب الليثيام فوسفات بالذوب الأمونيا فوسفات بالذوب لكن باقي العناصر ما يدوبش تعالوا نشوف السلفايد كل مركبات السلفايد بتدوبش ما عدا مركبات السلفايد للمجموعة الأولى وللمجموعة الثانية وللأمونيا يعني أقول مثلا الصوديوم السلفايد بدوب كالسيوم سلفايد في المجموعة الثانية ماغنيسوم سلفايد في المجموعة الثانية بدوب لكن الـ NH4 والـ NH4 أمونيا والسلفايد بدوب تعالي نشوف الهيدروكسايد كل مجموعة الهيدروكسيد ما بتدوبش المجموعة الأولى من المجموعة الهيدروكسايد زي بوتاسيام هيدروكسايد بدوب كلسم هيدروكسايد بدوب استرانشيام هيدروكسايد بدوب باريام هيدروكسايد بدوب والباقي ما بدوبش إذن هذه اسمها قواعد الذواباني قواعد الذواباني أيضا الآن متكلم ونشوف السليوشنز كونسنتريشن يونيتز اللي هي وحدات التركيز نشوف وحدات ايش التركيز